فضلة الشيخ أحسن الله إليك أنا من مدينة جدة وأدرس جامعة الإمام في جامعة الإمام في أي مكان في فرع القسم وتستجزم دراسة أربع سنوات هل أكون مسافرا أم أكون مقيم وإذا كنت مسافرا فهل إذا رجعت إلى مدينة جدة لزيارة فهل أكون هناك مسافر أم مقيم أما على رأي الجمهور فإنك مقيم مقيم غير مقيم مقيم في وجوب إتمام الصلاة وفي ولزوم الصوم في رمضان وفي الاقتصار عليهم وليلة في المسعى والسفين غير مقيم في الجمعة فلا يكمل بك عدد الجمعة ولا يصف أن تكون فيها إماما ولا يصف أن تكون فيها خطيبا هذا هو المشهور عند فقها المذهب ولكن الراجح ما ذهب عليه الشيخ الإسلام التمية أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط مستوطن ومسافر ومثل المستوطن من أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بعمل ولا زمن وعلى هذا فيكون إقامتك في القصيم للدراسة مع النية الجازنة بأنك سوف تغادر القصيم إذا انتهت الدراسة تكون مسافرا على هذا الرعب وإذا رجعت إلى بلدك فإنك مقيم لأنك رجعت إلى محل استيطانك فعليك أن تتم في بلدك ولك أن تغسل في هذا البلد الذي أنت تقيم فيه للدراسة لكن بالنسبة للصوم نرى أن لا تتأخر في صوم سنة إلى سنة أخرى لأن ذلك يتراكم عليك وربما تعجز عن قضائه في المستوى نعم